اشتركوا في القناة هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الاصيلة ينطلق شوطن الخامس عشر المخصص لفئة الجعدان المحليات الاصائل مسافتنا هي الاربع كيلو مترات ننطلق مع المركز الاول واجد في بداية هذا الانطلاق حشيم يأتي مع المركز الاول في مكان الحشمة بلفعل سعيد بن محمد الهلي الهاجر يأتي على المركز الاول المركز الثاني يأتينا الغزال سعيد بن شهيل بن دليوي لاكتبي قادم هنا مع المركز الثاني ويقدم لنا الغزال المركز الثالث هناك مكيد حمد بن عبيد بن محمد العامري قادم على المركز الثالث المركز الرابع هناك الغدوم مع سلهود لسلطان بن حميد وسلطان بالكديد قادم بهذا التحدي المميز على المركز الرابع والمركز الخامس هنا شاهيم منصور بن محمد بن دحروي هناك و القادم في هذا الانطلاق هو شاهين عيلان بن حميد بن واس لك تبيقات بهذا التحدي على المركز الخامس ولكن عودتنا إلى حشيم عودتنا إلى حشيم إلى انطلاقة حشيم مع المركز الأول ما زال مصيطر لسعيد بن محمد الهلي الهاجر يأتي مع الصدارة ويأتي مع المركز الأول في صدارة هذا لانطلاق الممتاز لكن الغزال الغزال غادم بشعار براشد الغزال سعيد بن سهيل بن دليوي لكتبي غادم مع المركز الثاني يقدم انطلاقة الغزال المركز الثالث هناك الوصول مع سلهود سلطان بن حميد بالسلطان بالكديدة وأيضاً الغادم شاهين عيلان بن حميد بن واس وأيضاً الوصول الوصول بهذا الانطلاق الوصول مع شعار عبيد بضبيعة يأتي محمد محمد بن عبيد بضبيعة لكتبي يأتي مع هذا الانطلاق الممتاز ولقل البداية ما زال حشيم في مكان الحشمة في مكان المرموغ بالفعل الذي يرغبه جميع المشاركين الذي يرغبه جميع المشاركين في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الجميل لكن هنا سعيد بن محمد الهلي الهاجري مع حشيم ولكن الغادم الله الله الغادم بهذا الانطلاق شاهين عيلان بن حميد بن واس اللي اكتبي قادم مع المركز الثاني غادم مع المركز الثاني وقير إلى صدارة هذا الشوط المركز هنا عيلان بن حميد بن واس اللي اكتبي ويضا هناك المركز الثاني حشيم لبحسعيد بن محمد الهلي الهاجري ويضا ملهم لمحمد بن عبيد بضبيعة يأتي مع المركز الثالث المركز الرابع الغزال يأتي الغزال سعيد بن رسيل بن دليوي اللي اكتبه قادم مع المركز الثالث المركز الرابع هناك الغدوم مع انطلاقة سلهود سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة ولكن مقدمة هذا الشوط عوده إلى الصدارة عوده إلى المركز الأول عوده إلى صدارة هذا الانطلاق شاهين عيلان بن حميد بن واس اللي اكتبه بهذا الانطلاق الممتاز مع شاهين مع شاهين لكن المركز الثاني لسما قادم حشيم لسعيد بن محمد الهلي الهاجري قادم مع المركز الثاني وملهم قادم لمحمد بن عبيد مضبيعة قادم مع المركز الثاني بالانطلاق الممتاز بالتحدي المميز بهذا الانطلاق الجميل وبالتحديات الرائعة بهذا الشوط وحشيم على المركز الثالث لبعس سعيد بن محمد الهلي الهاجري ولكن هناك أيضا القدوم الغادم الغادم بالانطلاق غادم الشامخ اسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد غادم مع الشامخ بهذا الانطلاق المميز هناك أيضا الأزماء الغادمة والغزار سعيد بن سهيل بن دليوي ولكن البداية عودة لك يا ابو نواس عودة إلى المركز الأول وبالضبيعة في تنافس مستمر ما بين شاهين وملهم شاهين واقتربنا ولوحة أيضا لوحة الكيلو الخير وملهم غير ملهم وشاهين شاهين وملهم اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة هنا شاهين عيلان بن حميد بن واس وملهم محمد بن عبيد بالطبيعة يأتي على المركز الزاني والمركز الظالث هناك الشامخ هناك الشامخ قادم بكل غوة بكل غوة لسهيلة بسلطان بن علي بن رشيد لكتب قادم الشامخ بهذه اللحظات ولكن مشاهدين متابعين الكرام الله يا ملهم ملهم وشاهين شاهين وملهم ملهم ملهم لبحمد بن عبيد بضبيعة مع المركز الأول وشاهين العيلان بن حميد بن واس اللحظات الأخيرة والشامخ لسهيل بسلطان بن رشيد اللحظات الأخيرة واللحظات الحاسمة لناموسي هذا الشوط لناموسي هذا الشوط البداية مقدمة هذا الشوط ما نغير ملهم وشاهين شاهين وملهم اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ولكن أرصد للمركز الثالث مقلاب بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز ولكن خلاص النقطة الثانية النقطة الثانية تدون للشعار عيلان بن حميد بن واس مع المركز الأول مع البداية مع المركز الأول شكرا 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 يا عيلان يا ابو نواس ومشكور يتعيب يزرعي من يتابع انطلاقتي هذا الاسم عيلان بن حميد بن واس الكتبي ينتزع النقطة الثانية مع شاهين المركز الثاني هناك المركز الثاني ملهم محمد بن عبيد المركز الثالث مخلاب بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوزي المركز الثالث هناك أو الرابع لبرشيد المركز الخامس هناك المهند سهيل بلسود العامري التوقيت ست دقائق وواحد وعشرين ثانية ثانية ونموس على هذا الفوزي والانتصار ترجمة نانسي قنقر